موسيقى السلام عليكم كيف تعاملت الحكومة مع جائحة كورونا؟ وما مدى الرضا عن أداء الحكومة والأداء الوطني بشكل عام خلال هذه الجائحة؟ وكيف انعكس ذلك على الاقتصاد الوطني؟ أضموا وتحللوا من الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي ماذا يعني ذلك وما تداعيته على الجوانب المختلفة سياسيا وقانونيا وحياتيا؟ نرحب بكم أعزائنا المشاهدين في هذا اللقاء الخاص مع دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية لمناقشة هذه المحاور وغيرها دكتور مساء الخير أهلا ومرحبا بك معنا شكرا للاستضافي شكرا جزيلا لك دكتور يعني محاور كثيرة وإن شاء الله يسعفنا الوقت لنقاشها هذا المساء معك منها ملف جائحة كورونا كيف تعامل الفلسطين مع هذا الملف وأيضا الموضوع الأبرز على الساحة الفلسطينية وبات يشغل العالم بشكل عام موضوع القرار الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية بمتحدثنا عن كورونا في البداية وموضوع الطوارئ وتجديد حالة الطوارئ في البلاد بشهر آخر كيف نفسر ذلك للمواطنين نبدأ من الآخر تجديد حالة الطوارئ ولا بأي شكل من الأشكال معناها العودة إلى مربع منع الحركة تجديد حالة الطوارئ لا تعني بالنسبة لنا العودة إلى خمسة ثلاثة 2020 تجديد حالة الطوارئ هي بالنسبة لنا وقرار سيادة الرئيس هو أن يكون هناك كرت موجود إذا احتجنا استخدام هذا الكرت نكون جاهزين لمثل هذا الأمر نحن بجميع الأحوال جميع المؤشرات بالنسبة لنا منحنى المرض بدأ بالانكسار منذ فترة زمنية طويلة ولذلك حالة الطوارئ التي بدناها في خمسة ثلاث أخذت وهجها وأدت إلى نتائج التي كنا نتمناها وبناء على ذلك جميع المخرجات لعملية الطوارئ بقيت ملتزمة بشكل أساسي في كل ما يتعلق بفيروس الكورونا لم نخرج لا يمينا ولا يسارا عن الإطار الذي سيادة الرئيس وضعه في المرسوم الذي يكلف رئيس الوزراء بإدارة هذا الشأن المتعلق بالكورونا وغيره بالمجمل العام تجديد حالة الطوارئ لا يعني العودة إلى ما كان الحال عليه إلا إذا أصبح هناك عدم التزام وأصبح هناك لا سمح الله يعني موجي جديد من الوباء في بعض الدول كان هناك عودة إلى هذا الوباء كوريا عادت جيراننا صار في حالات كبرى وأحنا بنأمل أنه ضل دفاعاتنا موجودة بحيث أنه لا ينتقل هذا المرض مرة أخرى إلينا بالزخم اللي إحنا شفناه جميع الإجراءات اللي إحنا بنحتاجها لكي لا يتم إعادة انتشار هذا المرض قد تمت بالمجمل العام إحنا محتاجين إلى التزام الناس بوتير أكثر إن شاء الله مشان ما نعود إلى المربع لكن هذا حالة الطوارئ عبارة عن كرت سيبقى بين أيدينا نستخدمه حيث ما يلزم وإن شاء الله ما بلزم إن شاء الله طيب نعود دكتور للحديث عن تقييمكم لإنعكاس الجائحة على الأداء الاقتصادي اليوم والوضع الاقتصادي فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني وخاصة أنه البنك الدولي تحدث عن انكماش وكان توقعاته من 7.6% إلى 11% هل كانت هذه قريبة من توقعات الحكومة وكيف تعاملتم مع هذا التراجع؟ يعني الكورونا أصابت اقتصاد العالم ككل ليس فلسطين ولكن كل العالم متأذي من هذا الجائحة هذا جانب من جانب آخر إحنا من اليوم الأول تبنينا مجموعة استراتيجيات استراتيجية الأولى هي معالجة المرض وقمنا بمنع الحركة لكل الناس نعم وجاء ذلك على حساب جميع النشاطات الاقتصادية ما عدا حوالي 35 ألف منشأة اقتصادية بقيت تعمل وهي المحلات البقالي السوبر ماركتات الصيدليات والأفران هذول عددهم 35 ألف منشأة التي لم تغلق ولا يوم واحد بالمعنى لا ونحن كنا ندرك أن هذه احتياجات الناس نعم ولكن هذا قطع مشغل للعمال ومدر للدخل بشكل فردي للعديد من الناس انتقلنا من حصر الحركة إلى التوازن التدريجي ومن ثم انتقلنا إلى الانفتاح بجميع الأحوال الاستراتيجية التي بنينا عليها كل جهدنا من اليوم الأول كانت ذرهم وقاية خير من كنطار علاج العالم كان متفاجئ في موضوع القورونا ولم يكن هناك أي دولة في العالم عندها أي استعداد بما في ذلك نحن ولهذا رحنا من اليوم الأول الرئيس أعلن حالة الطوارئ في خمسة ثلاثة ونحن كنا أول بلد في العالم أعلنت حالة الطوارئ وأول من أغلق المدارس والمساجد والجامعات وأول من فرض منع الحركة التام والشامل مبكر جدا عمليا مبكر جدا لأن هذا النوع من المرض اللي كل الخبراء اللي عنا كانوا بقولوا إنه الضرب الأولى هي الأساس إذا عملنا إجراء وقائي في اليوم الأول إحنا تجنبنا أو جنبنا أهلنا وشعبنا كامل النتائج اللي دفع ثمنها العالم ولا يزال اللي استهتروا لا يزالوا يدفعوا ثمنها إلى يومنا هذا بالمجمل العام هناك ضحايا لأي مرض في العالم وهناك أضرار ومن الأضرار نحن اعملنا ثلاث لجان تدرس الارتدادات المتعلقة بالكورونا اللجنة الأولى المتعلقة بالارتدادات السايكولوجية والاجتماعية واللجنة الثانية المتعلقة بالارتدادات الأمنية وغيره واللجنة الثالثة المتعلقة بالارتدادات الاقتصادية أطفن على سؤالك فيما يتعلق بالارتدادات الاقتصادية نحن عالجنا هذا الموضوع بشقين الشق الأول هو الإغاثي والشق الثاني هو الإنعاش أو التعافي في الشق الإغاثي نعملنا مجموعة من القضايا جميع موظفي السلطة بشهر ثلاث قبضوا كامل رواتبهم 150 ألف إنسان جميع المنظمات الحكومية الغير حكومية قبضت القطاع الخاص ساهم برواتب شهر ثلاث وشهر أربعة وبناء عليه أيضا قدمنا مساعدات إغاثية في الشق الإغاثي لمية وخمس وعشرين ألف عائلي وفي الشق الإغاثي الذي تلى قدمنا لأربعين ألف عامل متعطل عن العمل وثلاثين ألف أسرة اللي هي سمناهم الفقراء الجدد الذين دخلوا إلى هذه الخاني بتاع الكورونا نعم بسبب الكورونا ما كنا نعالج حالة البطالة بآخر عشرين سنة ولا كنا نعالج حالة الفقر بآخر عشرين سنة نحن كنا نعالج حالة البطالة والفقر المترتبة على جائحة الكورونا وبناء عليه رحنا من مرحلة الإغاثي الآن نحن في مرحلة إنعاش الاقتصاد هذا الكلام ما معناته؟ إنه وفرنا ثلاثمائة مليون دولار زائد خمسة وثلاثين زائد خمسة وعشرين زائد تسعة زائد واحد هذول من الأموال من الدول ومن سلطة النقد ومن البنوك بالمجمل العام حوالي أربعمائة مليون دولار كلنا عشان هذه الأموال يكون لها فاعلية جدية يجب أن تعطى كروض ليست تجارية لأنه إذا أنا وضع الاقتصادي صعب وبدأ أخذ قرد تجاري بسعر فائدي خمسة ونص أو ستة بالمية مش حادرة أسد لأنه عجلة الاقتصاد عبين ما تدور تدور ببطء ولذلك كلنا هذه تعطى كروض بسعر فائدي متناقصة ثلاثة في المية أو سعر فائدي ثابتي واحد ونص بالمية وهذا بالمجمل العام شي مهم من ناحية سعر الفائدي نمرة واحد نمرة اثنين القطاعات المستفيدة من هذه القروض هي القطاعات الأكثر تضررا بسبب جائحة كورونا بشكل أساس السياحة المنشآت الصغيرة والمتوسط الحجم وغيره ولكن اللي بدأ أقول لك وهو مهم تقديرات العالم على الخسائر تتباين يعني إذا إحنا بدنا نقدر ما هي خسائرنا حتى نهاية العام شي وإذا بدنا نقدر ما هي خسائرنا على ثلاث شهور هذا شي آخر إحنا والبنك ومركز الإحصاء وتقديرات خبراء الحكومي ومجلس الوزراء إلى حد ما متناغمين في المعلومة بمعنى إحنا نحكي نفس الرقم تقريبا هلأ الأساس في هذا الأمر هو زي ما ذكرت خسائر في العالم لكن الاقتصاد الفلسطيني لأنه حجمه صغير حجم اقتصادنا 15 مليار دولار شو حجم الاقتصاد اللي هو الناتج المحلي الإجمالي يعني معناها مجموع ما تنتجوا بلد من بضائع وخدمات في فترة زمنية عادة تقدر بسنة نحن الجي دي بي أو الناتج المحلي الإجمالي تبعنا حوالي 15 مليار دولار خسائرنا حسب تقديرات البنك وحسب تقديراتنا حوالي من 7 إلى 11 بالمية وهذا أنا بتقديري رقم مش معناها أنه مش معناها أنه احنا اخسرناه فعلي القدرة على التعافي دكتور كم تستغرق وقت برأيه؟ ألا أنا جاي على هذا بس خلينا نستكمل لك إحنا اللي قاعدين نقوله أنه مثلا إذا أنا بنتج 100 دولار في السنة صرت بدي أنتج 80 دولار ولذلك رجع كدرتي على الإنتاج رجعت صحيح هاي القصة طبعا هذا الكلام له خسائر لكن أطفن على سؤالك يا خميس لأنه حجم اقتصادنا صغير قدرتنا على التعافي أسرع من أي مكان آخر لذلك إحنا بالعام 2019 البنك الدولي شو قال أنه الناتج المحلي الإجمالي بفلسطين سيكون ماينس 2.7% ولكن إحنا بالعزيمة والهمة والإدارة السليمي طلع الناتج المحلي الإجمالي بعام 2019 بدل ما يكون سالي بـ 2.7% طلع موجة بـ 2% يعني قفزنا 4.7% اللي بدأ أقوله أنه إذا الآن تعيفينا من الأزم السياسي اللي إحنا جايين عليها المتعلقة بموضوع الضم وما يترتب عليه من إعادة تغيير المشهد السياسي الفلسطيني كاملا نحن قادرين أن نتعافى في شكل كبير مع نهاية العام أو في أسوأ الأحوال في العام القادم قبل أن ننتقل لتفاصيل في هذا الملف الثاني نتحدث عن الواقع الصحي وتقييمكم للواقع الصحي في ظل جائحة كورونا وقدرتنا على التعامل مع هذه الجائحة أو أي مستجدات جديدة على الصعيد الصحي باختصار إحنا كانت خطتنا الصحية من ثلاث مفاصل ألف وبا وجيم ألف أن نتعامل مع مراكز الحجر الجديدة اللي تم تأهيلها با مستشفيات الحكومة جيم مستشفيات القطاع الخاص والمستشفيات الأهلية لم نصل لم نحتاج إلى الوصول إلى خطة با لم نحتاج إلى الوصول إلى خطة جيم بقينا في الخطة ألف وبالتالي كانت إجراءاتنا في سلامة السليم جانب اعملنا لجنة وبائية ترسم خارطة وبائية لكل إنسان مصاب ودائرة الاحتكاك تابعه وهذا الأمر مكننا بشكل كبير انتقلنا من أنه عنا إمكانية نفحص 298 شخص في اليوم إحنا اليوم بنقدر نفحص 6000 شخص في اليوم كانوا إخواني في الأمن الرئيس الحكومة إحنا نركض ندور على سواب بالمية وبالميتين وكذا وإلى آخره اليوم عنا على الأقل 120 ألف سواب ولذلك اللي هي يعني عينات فحص عينات فحص من ناحية إحنا كمان حسن حظنا أنه جاءت هذه الكورونا في الوقت اللي فيه إحنا كنا بنقول نحن استراتيجيا في مرحلة الانفكاك عن الاحتلال وبناء عليه بدأنا بوقف التحويلات الطبية على المستشفيات الإسرائيلية ولذلك كانت مستشفياتنا في جاهزية عالية لإستقبال مرضانا جاءت هذه الجائحة وبناء عليه بقدر أقول لك أنه بدنا الجائحة أخذتنا على حين غرى ولكن بقدر أقول اليوم إحنا في أحسن حال في هذا الموضوع الصحي من ناحية الإمكانيات من ناحية التجهيزيات من ناحية القدرة البشرية ومن ناحية التفاني كادرنا الطبي اللي هم كانوا خط المواجهة الأول في هذا الأمر. مراكز الحجر اللي عملناها لا زالت قائمة لأن هناك بعض التوقعات اللي بتقول إنه قد يكون هناك موج أخرى من هذا الفيروس في شهر عشرة أو في شهر احداش القادم الله يعفينا ويعافي شعبنا ويعافي العالم وإن شاء الله إنه ما بنحتاج لكن الآن بقدر أقول لك إحنا عشر مرات أفضل وأكثر جاهزية مما كان علينا الحال في الفترة السابقة والحمد لله دكتور إلى الشق السياسي موضوع الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية هذا ما يشغل بل الفلسطينيين وبل العرب والعالم إذا نتواسع حتى اللحظة مطالبة إسرائيل بتراجع عن هذه الخطوة الضم ماذا يعني قانونا ماذا يعني بلغة السياسة ماذا يعني أيضا بالنسبة للاتفاقات التي عمليا أوقف العمل بها بقرار من القيادة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء نتنياهو لديها استراتيجية واضحة أن تدمر إمكانية إقامة دولة فلسطين بشكل ممنهج الحصار على غزة جزء من هذه الاستراتيجية ضم القدس جزء من هذه الاستراتيجية استخدام منطقة سيك خزان جغرافي لتوسيع المستعمرات جزء من هذه الاستراتيجية والآن ضم غور الأردن جزء من هذه الاستراتيجية ولذلك الهدف الرئيسي تدمير إمكانية الدولة نمرة واحد اثنين إسرائيل أصبحت عمليا تضرب بعرض الحائط جميع الاتفاقيات الموقع ومعنى والالتزامات الدولية الأخطر في هذا الموضوع هو بالإضافة إلى كل هذه المكونات أنه أيضا ليس فقط أن إسرائيل تجرى في القانون الدولي والشرعية الدولية وغيره ولكن أيضا الخطر والتهديد الإقليمي اللي إسرائيل تفرضه في هذه الحالة اللي رايحة عليها موضوع الضم لم يكن هناك إدانة مسبوقة ضد إسرائيل مثل ما شفناه في الضم يعني في اثنين ستة قبل كم يوم كان هناك اجتماع بحضور أربعين دولي من دول العالم شارك فيه هذا الاجتماع معنا اجتماع دول المانحة اللجنة المؤقتة لمساعدة الشعب الفلسطيني 21 وزير خارجية جميع المتحدثين بدون استثناء ما عدا المتحدث من الطرف الآخر جميع المتحدثين أدانوا إسرائيل بأشد الكلمات في الأمر المتعلق بالضم وكان هناك جبهة موحدة ضد إسرائيل وضد مشروعها في موضوع الضم إحنا الآن القيادة الفلسطينية ذهبت إلى أعلى السلم لأنه نريد أن نمنع هذا الضم وأن لا يتحقق هذا الضم من هون لواحد سبع خلاصة البرنامج الإسرائيلي في الحكومة الحالية واضح تماما أن إسرائيل ذهب إلى الضم نتنياهو يحاكم في محاكم الفساد وبالتالي يريد أن يترك أثر متعلق بالضم وليس متعلق بالمحكمة الولايات المتحدة أعطت خرائط لإسرائيل ترشدها أين تضم وكيف تضم وبالتالي إسرائيل عندها خط أخضر أمريكي عندها هي برنامج أيدولوجي سياسي متعلق بشخص نتنياهو ورئيس شريك نتنياهو بالحكم أيضا أعطى لنتنياهو كامل الصلاحية في هذا الضم وفي المادة 29 الاتفاق بين الحزبين بنص على أن إسرائيل تكون بالضم في حلف اليمين في الكنيسة أعلن نتنياهو عن الضم وفي الجلسة الأولى للحكومة أعلن أنه سيضم بجميع الأحوال أيضا الولايات المتحدة ذهب إلى مشاكلها كورونا، انتفاضة الشوارع في أمريكا العلاقة مع الصين، الانهيار الاقتصادي والانتخابات في أمريكا الرئيس الأمريكي يريد أن يتم إعادة انتخابه أو يخسر الانتخابات هذه القضايا تعني أن الولايات المتحدة المؤثر الرئيسي على إسرائيل مشغول في قضاياها لذلك نتنياهو سوف يبتز سواء كان ترامب أو بايدن سوف يبتزهم في خلق أمر واقع بموضوع الضم إلا إذا كان هناك متغيرات لها علاقة بشكل أساسي فينا نحن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس أبو مازن أخذت الخطوة التي يجب أن تأخذها لأنه أمامنا لحظة الوقوف مع الذات وأمامنا لحظة الوقوف مع الحقيقة إما أن نحمي مشروعنا الوطني وإما أن نتنازل عن هذا المشروع ولا يوجد فلسطيني صغيراً أم كبيراً شرقاً أو غرباً وينما كان مستعد أن يتنازل عن مشروعنا الوطني المتمثل بإقامة الدولة عجل سبع وستين وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين موضوع الضم يعصف بكل هذه القضايا لذلك قلنا على رأس السلم من فوق إحنا أوقفنا كامل التعامل مع جميع الاتفاقيات ليس مبادرة منا ولكن رد فعل على الإجراء الإسرائيلي وأنا بحب أقول العالم متفهم للإجراء اللي إحنا أخذنا لأن العالم يعلم علم اليقين أن إسرائيل أخذت إجراء أحادي وإحنا كل اللي عملنا رد فعل على هذا الإجراء دكتور من الذي يعنيه التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل على الناحية السياسية والناحية القانونية والأمنية إضافة إلى الحياة المعيشية والحياتية للمواطنين والله سؤال مهم إحنا يربطنا مع إسرائيل أربع مفاصل علاقة أمنية وعلاقة سياسية وعلاقة قانونية وعلاقة اقتصادية بالإضافة إلى كل هذه الأربع علاقات نحن شعب تحت الاحتلال تحت حكم عسكري ضمن إطار استعمار استيطاني اللي إحنا بنشوف ميتين وواحد وعشرين مستعمرة فيها سبعمية وعشرين ألف مستعمر يعيشوا في الضفة الغربية بما فيها الكدس ويسيطروا على هذه المساحات الكبيرة من الضفة الغربية ماذا يعني اللي إحنا سوينا؟ من الناحية الأمنية كلنا يتم وقف التنسيق الأمني على جميع المستويات مع الجانب الإسرائيلي على المستوى الميداني على المستوى الوسطي وعلى المستوى الأعلى سواء كان هذا التنسيق أمني أمني أو أمني عسكري أو أمني مدني يعني حتى أمبلانس اللي إحنا كنا بدنا إياها تنتقل من مكان إلى مكان إحنا أوقفنا ذلك لأنه بالمجمل العام هذا الأمر بالنسبة لنا على أعلى درجات الجدية لأنه مصداقيتنا في عينين أنفسنا وحال مشروعنا الوطني تحت علامة سؤال كبرى لذلك كاملا القضايا المتعلقة بالقوانين الاتفاقيات هي أوراق قانونية بيننا وبين الجالب الإسرائيلي ولذلك هذا انتهى وشيء آخر أمامنا أوراق عديدة وهي أنه إحنا في تسعة تسعة سنة الثلاثة وتسعين الرئيس أبو عمار رحمه الله عمل رسائل الاعتراف المتبادل مع إسحاك رابين واللي فيه إحنا اعترفنا بإسرائيل وإسرائيل اعترفت بالمنظمة ولكن إسرائيل لم تعترف بنا كدولة وكيان لأنه هذا كان من مفترض به أن يحصل في أربعة خمسة سنة التسعة وتسعين ولم يحصل ولذلك اعترافنا في إسرائيل على الطاولة على الطاولة نمرة ثلاثة الأمر المتعلق بالعلاقة السياسية لا يوجد بيننا وبين الجانب الإسرائيلي أي مفاوضات منذ عام 2013 توقفت ولا يوجد أي تواصل سياسي بيننا وبين الجانب الإسرائيلي الشيء الآخر وهو الرابع الشكل الاقتصادي إطار العمل بيننا وبين إسرائيل هو اتفاق باريس الاقتصادي إسرائيل قتلت اتفاق باريس الاقتصادي لأن الاتفاق مبني على حرية البضائع والأفراد بشكل حر مجرد أن إسرائيل حطت حواجز وعملت حواجز على المناطق العبور هي قتلت اتفاق باريس الاقتصادي لذلك تدخل إلى المدن قتلت الاتفاق الأمني أوقفت العمل باتفاق باريس واقتطعت أموال الشهداء وغيره وكل هذا الكلام وتجارة بالطريق باتجاه واحد أوقفت الاتفاق الاقتصادي الاتفاق القانوني لم تلتزم والاتفاق السياسي مغلق لأن الاتفاق السياسي على إيش كان مبني إحنا ليش كنا مآمنين بالحل السياسي لأن الحل السياسي كان مبني على ما يسمى التدرج بالحل يعني أنه اليوم إحنا هاي السلطة في مناطق ألف وبا وجيم عند أربعة خمسة سنة التسعة وتسعين مناطق نفوذ السلطة تتوسع لتصبح على كامل الضف الغربية وقطع غزة ما عدا قضايا الحل النهائي وهي الحدود والمستوطنات والقدس واللاجئين والمياه إسرائيل بدل ما إحنا كياننا السياسي وقاعدتنا الجغرافية للدولة تتوسع صارت تضيق وتتآكل عن طريق الاستيطان وعن طريق الضم وعزل القدس وإتش وان وإتش تو وألف وبا وجيم وغزة خارج الجغرافية كل هذا الكلام معناته أنه مشروعنا السياسي أصبح بده يتبخر لأنه هيك إسرائيل بدها تريد ولكن إحنا سنبقى أوفياء لهذا المشروع السياسي لأنه هذا المشروع السياسي اندفع فيه دم شهداء وعتمت سجون أسرة وألام جرحة ووالى آخره لذلك إحنا في هذا الموضوع عمليا بالعلاقات كلياتها جميع مفاصل العلاقة بيننا وبين إسرائيل متوقفة تماما ما عدا القضايا المتعلقة بالحياة اليومية مي وكهربة وقطع خاص وكذا وإلى آخره ومن هنا جاء الدكتور رفض استلام أموال المقاصة كما فهمنا ربما أن الجانب الإسرائيلي اشترط من يوقع على استلام المقاصة أثر ذلك على الشق الاقتصادي عن موضوع الاقتصادي حياة المواطنين على رواتب الموظفين مستقبلا هل نحن مقبلون على أزمة اقتصادية؟ هذا سؤالك مهم وأنا كنت أتمنى أن تسأله وهيك سألته بجميع الأحوال احنا الأموال اللي عند إسرائيل هي أموالنا هذه أموال الشعب الفلسطيني هذا واحد تاجر دفع ضريبة أو دفع جمرك على الحدود لأنه لا نسيطر على حدودنا من المفترض بإسرائيل أنها ترجع لنا مصارينا احنا بنشتري بترول بندفع ضريبة وبنستردها يعني هذه مصارينا بجميع الأحوال ولا منة لإسرائيل علينا في شيء ولذلك إحنا لما بنطالب بالمصاري إحنا بنطالب بحقوقنا هيئلنا مش هو معطينا إياها وله مكردنا إياها وله عامل لنا معروف فيها هذه دولة احتلال إحنا بنعرف تماما ماذا تعني إسرائيل بالنسبة لنا إسرائيل دولة احتلال ولا نغلط في هذا الموضوع لا هم شركاء ولا هم غيروا هذا الكلام إحنا بالسنة الماضية لما كنا نرفض إنه نوقع على الخصومات وإحنا اليوم إسرائيل تقوم بهذه الخصومات دون أي تدقيق من أي جهة كانت تخصم 40 مليون شيكل لغزة كهرباء 35 مليون شيكل مية بتخصم فواتير مجاري بتخصم كذا وبتخصم كذا ولا يوجد أي جهة تدقيق على هذا المال وإحنا نرفض بشكل مستمر وإحنا موضوع الأسرة وغيره وإحنا رفضنا أن ننوقع على أنه أي مخالصة الآن هم إجوا قالوا بدكم المصاري تعالوا امضوا إحنا نرفض رفضا قاطعا هذا الموضوع لأنه كمان نميز بين هذا حقي وهذا جزء من الاتفاق أنا بالنسبة لي الجزء من الاتفاق مش معترف فيه أيضا دولتك كان هناك تصريح لكم يتحدث في هذا السياق عن ابتزاز مالي الأموال مقابل التراجع عن وقف العلاقات أو قطع العلاقات مع الاحتلال ماذا في هذا السياق هذا مدخل اللي أنا جاي عليه تمام وبناء عليهم شو المرأجوا قالوا إذا بدكم المقاصة تعالوا وقعوا ولذلك إحنا معنات هذا الكلام إذا بدنا نوقع معناته كسرنا الموقف الوطني المتعلق بأنه أوقفنا العمل بالاتفاقيات ولذلك كلنا إحنا لا نقايد المال بالسياسي إحنا بهمنا بالدرجة الأولى أنه نأخذ حقنا ولكن أنا بهمني بالدرجة الأولى أنه إسرائيل تقول أنه أنا أوقفت مشروع الضم كاملا هون بيت القصيد أما أنه نقايد نرجع وكأنه ننسك مقابل أنه بدنا نأخذ المقاصة مش حنسوي هذا الكلام بصراحة رغم أنه هذا حقنا وبناء عليه إحنا طلبنا من الاتحاد الأوروبي وطلبنا من الصليب الأحمر وطلبنا من الأمم المتحدة أن يتدخلوا في كل هذه القضايا لأنه لا نريد أن نتعامل مع إسرائيل بشكل مباشر وبناء عليه موضوع المقاصة لازال عالق إحنا نرفض أنه نروح إلى هذا مقابل أنه والله عودة التنسيق بيننا وبينكم هذا الأمر إحنا أجانا شحنة مساعدات طبية أجوا قالوا مندخلها إذا بتيجوا تعالوا نسكوا قلنا لهم شكرا جزيلا المنظمة الصحة العالمية روحوا جيبو لنا إياهم راحوا جيبو لنا إياهم ولذلك عنا يابنو أخذ الموضوع جدي يابنو أخذش الموضوع إذا بدنا نعمل استثناء لأمبلانس بدنا نعمل استثناء للمي بدنا نعمل استثناء لهن ما نسويش الإشيء أحسن بناء على ذلك دكتور إذا استمر الموقف وكان هناك بالفعل إزراء من قبيل الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة هل هذا يعني نحن مقبلون على أزمة اقتصادية ستؤثر على مجمل الاقتصاد الوطني على انتظام الرواتب وكيف تتعاملون والخطة أمام كل هذه التوقعات نحن أمامنا كم يوم نتنياهو يقول أنه في واحد سبعة بدو ضم يعني كم يوم قدامنا حينكشف المشهد السياسي في إسرائيل والنوايا هناك تدخلات من كل دول العالم سيصل يوم الأربعاء وزير الخارجي الألماني وقبل يومين وصل مندوب النروج لعملية السلام وهناك مكالمات هاتفية تتم مع نتنياهو يمكن كل يوم أربع خمس مكالمات من دول العالم وغيره وهناك ضغط حقيقي على إسرائيل أن تتراجع عن هذا الموضوع إسرائيل أعلنت أنها في واحد سبعة حضم واحد سبعة مش بعيد كم يوم بناء على ذلك نحن نقول إن النصر صبر ساعة الساعة بال2019 قعدت على مدار السنة أجوا قالوا بدنا إحنا نخصم كل ما دفعته عن الأسرة ومن ثم ضلينا صامدين ولم نقبل بالخصومات وضلينا ندفع كامل مستحقات الأسرة والشهداء وسنبقى ملتزمين في هذا إلى يوم الدين إلى أن ننتصر وإن شاء الله أنه يتوقف شلال الدم وتغلق السجون ونروح إلى هذا هذا واحد ضلينا ملتزمين فيه إجوا الإسرائيليين قالوا بدكم تسكروا أربعين ألف حساب للأسرة في البنوك وبعض البنوك خافوا وكذا وإلى آخره قلنا لهم هذا للبنوك هذا قرار سياسي ممنوع إسرائيل تمد حكمها العسكري على الأراضي الفلسطينية وخليكم صامدين في هذا الموضوع وتراجع الإسرائيلي ومثل ما تراجع هون وهون وهون وإحنا صابرين وصامدين أنا على ثقة إنه إحنا في واحد سبعة منحنة آخر ماذا لم يكن لو لم يكن تراجع إرجاء بمعنى إرجاء الضم إلى فترة أخرى تهدأ فيها الأمور أكثر يا سيدي إحنا عنا استراتيجيتين من اليوم لواحد سبعة كل الضغط اللي إحنا بنمارسه والعالم بمارسه على إسرائيل أن تتراجع عن الضم بعد واحد سبعة إذا إسرائيل لم تتراجع عن الضم سيكون لنا استراتيجية جديدة مختلفة تتعلق بكل الأمر المتعلق بالانتقال من السلطة ببعدها القانوني والسياسي ونحو الدولة ونحو معطيات أخرى إذا أرادت إسرائيل أن تذهب إلى هذا المحتاج لكن أن نبقى مستمرين في الأمر الواقع لا يمكن لنا أن نقبل لا بالضم ولا باستمرار الأمر الواقع العالم وبدأ أقول لك على مدار السنتين الماضيات العالم كان منشغل بإيران ومنشغل بكل ما يجري في المنطقة اليوم الانشغال الأساسي والرئيسي رقم واحد للعالم في الترك الأوسط القضية الفلسطينية التي عادت من جديد إلى المربع إلى المربع رقم واحد ولذلك علينا أن نبقي القضية الفلسطينية في هذا المربع والرئيس يعمل ليلة نهار مكالمات هاتفية إخواني في اللجنة التنفيذية إخواني في اللجنة المركزية إخواني الوزراء كل هذا الفريق اللي شغال بشكل منتظم وكل من له علاقة بالفعاليات الوطنية همنا الرئيسي أن تتراجع إسرائيل عن موضوع الضم ما تراجعوا عندنا استراتيجية تناقش وهناك لجنة تجتمع بشكل يمكن مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع خلية الأزمة اسمها لجنة خلية الأزمة فيها الحكومي واللجنة التنفيذية واللجنة المركزية لحركة فتح ولذلك منعقدين بشكل دائم تحت إدارة الرئيس ونعالج هذا الموضوع لكي نصل إلى نتائج إن شاء الله فيما يتعلق أيضا بالأموال التي أخذت على شكل قروض من إسرائيل بمقدار 800 مليون شكل هل أيضا يشمل وقف الاتفاقيات مع إسرائيل هذا البند وهل هناك إمكانية أيضا لمنع البضائع الإسرائيلية من السوق الفلسطيني هل سيكون قرار في هذا الإطار سؤال مهم توضيح أولا إحنا لم نأخذ قرض من إسرائيل إحنا إلنا مستحقات على إسرائيل مالي ضريبة الجسر بترجع الناشية ضرائب مستحقة برجع الناشية ضرائب العمال برجع الناشية ولذلك بسبب الأزمة جرى اتفاق بين وزير المالية الفلسطيني ووزير المالية للطرف الآخر أنه إذا نزلت إذا نزلت عائداتنا الضريبية تحت الخمسمائة مليون شكل بيعطونا من مستحقاتنا اللي لازالت خلافية بيننا وبينهم نكمل هذا المبلغ صار اتفاق في هذا الموضوع إحنا مجرد أوقفنا مجرد أوقفنا التعامل بالاتفاقيات بيننا وبينهم هذا الترتيب أيضا أصبح لاغيا بالنسبة لنا والبضائع الإسرائيلية فيما يتعلق بالبضائع الإسرائيلية إحنا زي ما بتعرفه هذه الحكومة جاءت باستراتيجية الانفكاك عن الاحتلال واستراتيجية الانفكاك بالنسبة لنا هي تعزيز منتوجنا الوطني وبنينا على ذلك وأعدنا صياغة العلاقة التجارية في بعض البنود بيننا وبين إسرائيل إحنا منستورد من إسرائيل حوالي 6521 نوع بضائع نستورد من إسرائيل أو من خلالها 53 بضاعة لا يمكن الاستغناء عنها بما في ذلك المي والكهرباء وكل القضايا الإسمنت وقضايا الحياتية وغيره ولكن هناك العديد من البضايع التي يمكن الاستغناء عنها وإحنا فعليا بدأنا بذلك بدأنا بذلك جاءت الكورونا وصارت الأولويات بالنسبة لنا آخر ولكن اللي ابدأ أقول لك إحنا أمس كان عندنا لقاء مع إخواني بالفصائل الفلسطينية وتحدثنا عن كل هذه القضايا ولذلك سوف نعود مرة أخرى إلى تنفيذ برنامجنا المتعلق بتعزيز المنتوج الوطني الاستغناء عن البضايع اللي لها بديل وطني وتعزيز كل ما له علاقة بتمكين قاعدتنا الإنتاجية دكتور بخصوص الرواتب مرة أخرى وتحمني لأن هذا السؤال أو هذه الملاحظة هم فئة كبيرة أو شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني هذا الشهر كيف سيكون حال الرواتب هذا الشهر سيكون حال الرواتب معتمد بشكل أساسي على ما هي الإمكانيات المالية المتوفرة بالنسبة لنا الأخ وزير المالية عنده توشيهات واضحة أنه يشوف لنا شو الإمكانيات المترتبة على ذلك إيش عنا إمكانية ندفع حندفع إذا ما عنا إمكانية حندفع حنستنى كل اللي ذكرت لكم إياه إحنا لا يتعدى إلى وصولنا إلى 1-7 إن شاء الله هذه الغمامة السياسية تنقشع ونذهب إلى منحنة آخر وزير المالية سيقدم مطالعة أمام مجلس الوزراء نشوف ما هي الإمكانيات المالية المتاحة وسنتصرف على ضوء ذلك طيب في ناحية أخرى ومؤخرا كان هناك ضغوطات إسرائيلية بعد القرار من قبل القيادة بالتحلل من الاتفاقيات على المواطنين بشكل مباشر هناك توجيه لـ 44 هيئة محلية إمذار بقطع التيار الكهربائي أيضا تقليص كمية المياه وخاصة في مناطق الجنوب عدا عن محاولة فرض السيطرة كما تقول سلطات الاحتلال على مناطق في الأغوار ذاتها مثل بردلة التي طلبت إزالة العالم عن مقر البلدية وكذلك قالت أن القانون الإسرائيلي يسري على هذه المنطقة كيف تتابعون مثل هذه الإجراءات تأثيرها على أرض الواقع ويعني أن تقوم إسرائيل بالفعل بالتأثير على احتياجات المواطنين كضغط تمارسه على القيادة الضغط على القيادة ليس جديد ومواجهتنا لهذا الضغط ليست جديدة ولكن الأمر المتعلق بالضم له ثلاث جوانب الإعلان البدء بالتنفيذ والتشريع والتشريع نحن نعرف أنه إسرائيل أرسلت إلى بعض الكرة في الغور فواتير مي وكهرباء بشكل مباشر وبنعرف أنه تم إزالة بعض اليافطات التي تقول أنه بعد هذه النقطة مناطق السلطة الفلسطينية وتم إزالتها بالغوار لكن بجميل أحوال نحن أيضا بنعرف أن المعركة الغور هي معركة خلق الحقائق على الأرض خلق الحقائق على الأرض نحن بديناها ليس من جديد تذكروا الحكومة العام الماضي عملت جلسة الحكومة في قريط فصائل وإحنا كمان ننوي أن نعمل جلسة للحكومة في منطقة الأغوار قريبا إن شاء الله ولكن أيضا منذ أن أعلنت إسرائيل عن الضم شكلنا لجنة وزارية المتابعة فيما يتعلق بالأغوار برئاسة وزير الزراعة وستقدم هذه اللجنة تقريرها خلال الأسبوع القادم مشان على ضوء تقرير اللجنة نقدم المساعدات التي تحتاجها الأغوار يجب علينا أن نعزز صمود الناس في هذه المنطقة صمود الناس ووجودها هو المستهدف بشكل أساسي ولذلك في مجموعة من الإجراءات اللي إحنا سنقوم بها هدفها الرئيسي تعزيز صمود الناس في الغور وأنا على ثقة أنه كمان في موضوع الضم بصراحة إذا لم يكن هناك حالة شعبية متناغمة هذه الحالة الشعبية في الميدان متناغمة مع قرار القيادة الفلسطينية على الطاولة معنات هذا الكلام أنه روح التناغم غير موجودة وأثر قرارنا إذا لم يكن له صدى شعبي حيكون أثره أقل بكثير لأنه العالم شو بده يشوف العالم بده يشوف شعب فلسطيني مش بس القيادة ترفض الشيء نعم القيادة هي التي تقود وترفض وتقول وتوجه وكذا ولكن كمان يجب أن يكون هناك حالة شعبية متعلقة بالرفض يجب أن يكون هناك حالة شعبية متعلقة بوجودنا في الأغوار وأنا بقول لك أنه سنقدم ما نستطيع لتعزيز صمود الناس في هذه المنطقة المستهدفة مش اليوم مبارح وأول مبارح وبعد بكرة دكتور أشرت إلى الموقف الدولي والإدنات غير المسبوقة عمليا بخصوص موضوع الضم حتى هذه اللحظة بماذا تلخص الموقف العربي عمليا وما المطلوب عربيا في هذه المرحلة الدقيقة الحساسة وكررناها أكثر من مرة التي تمر بها القضية الفلسطينية إمام مشاريع التصفية من دعم سياسي ومالي اقتصادي إنجاز التعبير مهم جميع الدول العربية بدون استثناء الذين شاركوا في اجتماع المانحين كانت كلمات من معالي أخي وزير الخارجي الأردني ومعالي أخي وزير خارجية المصري ومعالي أخي وزير خارجية التونسي والكويت ومداخلي من الإمارات والسعودية كل الدول العربية التي شاركت بدون استثناء الموقف العربي واضح في موضوع الضم والموقف العربي واضح في موضوع صفقة القرن ولا مهادني في هذا الموضوع هذا واحد نمرة اثنين لكن بصراحة الموقف العربي محتاج إلى أن يرفع الوتير أكثر ليس فقط من الناحية اللفظية ولكن من الناحية العملية يعني طب إذا نحن نحكي عن تعزيز صمود الناس في الغور أو في الأغوار الفلسطينية كمان إحنا مطلوب أن يتم تعزيز موقف القيادة الفلسطينية عن طريق شبكة الأمان اللي أقرتها ثلاث أربع قمم عربية ولم يتم تنفيذ ذلك يعني إذا موش اليوم إمتى إذا موش اليوم إمتى لذلك إحنا نأمل من الموقف العربي أن يترجم قراراته إلى حيث التنفيذ بشكل أساسي قرارات سياسية نعم مترجمة ولكن ليس بالبيان وحده يحيى الإنسان إحنا كمان محتاجين أن نعزز صمود الناس على الأرض ضحى سألت مرتين ثلاثة على موضوع الرواتب لو عندنا شبكة أمان مالي عربي ليش إحنا محتاجين نستنى المقاصة أصلا يعني على الأقل كان ممكن أن تعزز صمودنا شهرين ثلاثة ومش محتاجين أن نخضع لإبتزاز سياسي زي ما بدها إسرائيل ولذلك مهم الموقف العربي بالنسبة لنا هذا موقف سند هذا عمقنا وهذا هو المؤثر في الساحة الدولية لأنه أبدأ أحكي لك لا يمكن أن يكون الإنسان كاثوليكي أكثر من البابا لذلك الأوروبي بأول سؤال يسألوني ماذا عن الموقف العربي؟ وبالتالي الموقف العربي واضح أصدرت جميع الدول العربية بيانات ضد الضم ولم يكن هناك بصراحة اتفاق أو موافقة عربية على موضوع صفقة القرن حتى بعض الدول التي استضافت ورشة اقتصادية بالمجمل العام التزمت بالموقف العربي في اجتماع وزراء الخارجية العرب ومجتمع وزراء الخارجية الدول الإسلامية بالمجمل العام مطلوب بصراحة مطلوب موقف عربي أن يترجم البيان السياسي إلى دعم جدي وحقيقي لتمكين الشعب الفلسطيني من هذه المواجهة الموقف الدولية ما يتعلق بأطراف الربعية الثلاث الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي وأيضا روسيا هي مواقف متقدمة برفض مخطط الضم الإسرائيلي هل يبنى على هذه المواقف لناحية الفعل لمنع تنفيذ هذا المخطط بحسب المؤشرات الموجودة لديكم ويعني مع الوضع الداخلي في الساحة الأمريكية اليوم الربعية ليست أربعة الربعية ثلاث زائد واحد بمعنى في ثلاث دول واقف موقف سياسي واحد في ثلاث أطراف واقف موقف واحد وهي الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية والولايات المتحدة تقف منفرد لوحدها في اجتماع الربعية أرادت الولايات المتحدة أن تسوق صفقة القرن الأطراف الثلاث قالوا لها اللي على الطاولة هو القانون الدولي والشرعي الدولي ولذلك لم يتم الاجتماع قبل الأيام جرى اجتماع بين الجانب الفلسطيني والأطراف الربعية الثلاث بحضور أخي الدكتور صائب وأخي ماجد فرج وبالمجمل العام كان هناك حديث على موضوع المتعلق بالشرعية الدولية ومتعلق بالالتزام بالقانون الدولي مهم جدا القول ما يلي أنه بعض الدول ترى أنه إسرائيل تضعهم بين أن يكونوا مع الضم أو مع القانون الدولي العالم سيختار القانون الدولي ولن يختار الضم وأنا أعتقد أنه كل العالم عندما وضع أمام إما تأييد إسرائيل في الضم أو القانون الدولي لكن هذا حصل الدكتور عند إعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها والإجراءات المتلاحقة التي اتبعت ذلك العالم كله رفض ولكن كل هذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية دخلت بدعم أمريكي حيز التنفيذ فلماذا لا يدخل الضم حيز التنفيذ إذا اكتفينا فقط في هذه المواقف كم مظاهرة طلعت في العالم العربي ضد نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس كمان يعني إحنا لما بنطالب العالم أنه يوقف معنا إذا لم نكن نحن مع أنفسنا ليش العالم بدي يوقف معنا بصراح ولذلك مطلوب جهد فلسطيني أولا مطلوب جهد عربي ثانيا ومن ثم نذهب إلى العالم أما أنه إحنا بنطالب العالم وإحنا مش قايمين بواجبنا تجاه قضيتنا والأمتنا العربية قايمة بواجبها تجاه قضيتنا لكن أنا بقول لك الموقف الدولي متطور جدا الموقف الدولي متقدم جدا الموقف العربي متقدم جدا والآن أول مرة يتم نقاش فرض عقوبات على إسرائيل في مجلس وزراء الخارجي الأوروبيين عمره ما صار هذا الكلام الآن يناقش فيه دوائر وأروقة صناع السياسي الأوروبيين شغلته الأمر المت... إذا إسرائيل قامت بالضم نعم بعض الدول بدها ترفض ولكن ماذا يناقش؟ يناقش واحد فرض عقوبات على إسرائيل نمرة اثنين الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس وحق العودة لللاجئين كمان هذا موقف متقدم من الأوروبيين نظر الخيارات المطروحة مستقبلا دكتورة توجه للأمم المتحدة لستظار قرارات من هناك كيف تفكرون بهذه القضية؟ باب الأمم المتحدة باب مفتوح بالنسبة لنا وبالتالي وزير الخارجي الألماني سيكون هنا يوم الأربعة بعد بكرة يوم الأربعة القادم ألمانيا ستكون ابتداء من الشهر القادم هي برئاسة مجلس الأمن وبالتالي نحن لنا حوار معهم في هذه القضايا باب مجلس الأمن تعرف الأمريكان عندهم حق الفيتو في مجلس الأمن ونحن نعرف أن هذا الموضوع ولكن بهمنا حتى لما نروح على مجلس الأمن لما يكون فيه 14 ضد 1 هذا نصر لفلسطين لذلك باب مجلس الأمن سيبقى مفتوح ولكن نحن الآن تركين الهامش لكل المساعد الدولية والضغوط الدولية على إسرائيل أن إسرائيل تتراجع في موضوع الضم أنا بتقديري أنه لا أبدأ أقول أنهم سيتراجعوا ولا أبدأ أقول أنهم سيتراجعوا ونحن نظر عن نتائج نحن بهمنا أن إسرائيل تقول أنها تراجعت عن موضوع الضم لأنه كمان نحن مش عدميين في هذا الموضوع وقلنا نحن مقدمين طروحات من أجل مسار سياسي جدي وحقيقي ولكن على أي أساس بدنا مؤتمر دولي مستند إلى القانون الدولي والشرعي الدولي يعني أنا أبدا أقول لك بالمداخلة التي قدمناها أمام الاجتماع الدول المانحة 40 دولة و21 وزير خارجي لماذا لا تكون هذه المنصة أحد الإمكانيات التي تناقش فيها الشأن الفلسطيني بتشك السياسي هل يترح ذلك من الأطراف الدولية الآن؟ نعم هناك حديث عن أن النروج تقوم بهذا الجهد أو الرباعية تقوم بهذا الجهد لما يأتي 21 وزير خارجية هؤلاء المجهين لكي مساعدة الشعب الفلسطيني وإغاثته في موضوع الكورونا هذول الواحد وعشرين وزير خارجية كلهم أدلوا ببيانات سياسية ضد الضم ومع حل الدولتين والحفاظ على حل الدولتين ودعم الشعب الفلسطيني وتمكين مؤسساته وتمكين قوال اقتصادية والمجتمعية من أجل وصول إلى الدولة هيك العالم جاي معنا ولذلك أنا شو قلت لهم؟ قلت لهم للعالم أنه تعالوا أنتم موجودين عشان تساعدونا نستمر في الأمر الواقع وإحنا سلطة بلا سلطة وإسرائيل دولة احتلال واستعمار استيطاني وأرضنا بتروح والمستوطنين بزيدوا ولا أنتم جايين هون عشان تساعدونا عشان نبني دولة على ذكر المستوطنين ضغط من قادة المستوطنين مجالس المستوطنات على نتنياهو بأنه ضم كامل الضفة كلها مش راضين بما حدد عمليا وما صدر من أجزاء لأنه المستوطنين بيعتبر كل إشي إلوه ليش تعطيني جزء؟ المستوطنين بيطلع عنا إنه ليش تعطيني جزء الغور إذا أنا بدا روخة كل الضفة الغربية؟ لذلك المعركة بالنسبة إلنا مع إسرائيل موضوع الضم هو معركة وجود بالنسبة إلنا ومعركة وجود للكيان السياسي الفلسطيني ومعركة وجود لمشروعنا لأنه موضوع الغور زي ما ذكرنا في بداية الحديث موضوع الغور هو المركب الرابع في إقامة الدولة الفلسطينية غزة، القدس، منطقة C والأغوار هذول الأربع مركبات إسرائيل حصرت غزة وضمت القدس وسكرت عليها بجدار ومنطقة C خزان جغرافي واليوم المركب الرابع ولذلك بالنسبة إلنا موضوع الغور والقدس وغزة هذا موضوع عمليا حرب وجودية علينا لذلك لا بد من أن نذهب إلى وحدة وطنية نذهب إلى مصالحة جدية وحقيقية يجب أن يكون هناك حراك جدي وحقيقي في الشارع هل متاح هذا الموضوع؟ هل متاح في هذا الوقت؟ الرئيس دعا في الاجتماع الأخير جميع الفصائل للأسف الشديد حركة حماس والجهاد الإسلامي لم تأتي ولكن أيضا سنبكي الباب مفتوح لأي جهد وطني نحن بصراحة بدنا شغلة واحدة وينما كانت الناس موجودة تكون؟ إذا تكون تحت بضل واحدة يا ريت ونتمنى ونعمل من أجل ذلك ولكن بدنا صوت واحد ضد الضم وبدنا نكون جبهة واحدة ضد الضم مثل ما هناك جبهة دولية ضد الضم يجب أن يكون هناك جبهة شعبية ضد الضم متوحدين في هذا الموضوع دكتور في البداية ذكرت أن الاعتراف بإسرائيل موجود على الطاولة اليوم ماذا يعني ذلك؟ وأين ممكن أن نذهب إذا ما استمرت إسرائيل في إجراءاتها ومخططها بضم أجزاء من الضرفة؟ هذا الأمر موجود الآن على الطاولة اللجان القانونية التي تدرس كيف لنا أن نستخدم هذه الورقة كأحد أدوات الضغط على الجانب الإسرائيلي سواء كان في الأمم المتحدة أو سواء كان في الرسائل المتبادلة جديدة بيننا وبينهم دكتور قبل أن نختم هذه الحلقة وشكرا لك على وقتك نود منك رسالة للمواطنين في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية على الصعود كافة أولاً أترحم على روح شهيدنا المرحوم رمضان شلح ونعزي شعبنا بفقدان قائد وطني رمز من رموز الحركة الوطنية الفلسطينية نمرة واحد نمرة اثنين سنبقى على العهد بتوجيه من سيادة الرئيس لجميع شرائح شعبنا من أسرى وشهداء وعائلاتهم وأهلنا في الشتات في مخيمات الشتات وكل ما هو مركب فلسطيني على هذه الأرض ومشروعنا الوطني سنبقى عفيا له وسنبقى نناضل من أجله وموضوع الضم هو معركة وجود ليس للقيادة ولكن لكل من هو فلسطيني وعربي ودولي ورسالتي لكل من يرى هذا البرنامج إن النصر صبر ساعة صبرنا وحققنا أحيانا أخفقنا أحيانا أصبنا ولكن همة الشعب الفلسطيني ووقفة الشعب الفلسطيني هي أساس النصر ووحدتنا الوطنية هي المركب والضمان لنجاح مشروعنا ودحض المشروع الآخر وانفكاكنا من هذا الاحتلال وتحررنا إحنا نريد إنهاء هذا الاحتلال إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين لكي يعيش شعبنا الفلسطيني ولو مرة واحدة بسلام وأمن يصل إلى حيث ما يجب وإلى حيث ما يريد هذه المدرسة الفلسطينية ليس بالخبز وحده إحنا بنعرف عنده الفلسطيني كرمته وعزت نفسه فوق كل شيء وأنا على ثقة زي ما قال الرئيس ستبقى روسنا مرفوعة إلى أن نحقق هدفنا بالنصر إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك دولة رئيس الوزراء دكتور محمد دجتية على هذا اللقاء وكل ما أضفت لنا في هذا اللقاء الخاص ألهم من محاور ومعلومات شكرا جزيلا شكرا دكتور وختم هذا اللقاء الخاص مشاهدينا نشكر لكم طيب المتابعة دمتم بخير وفي أمان الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم